على مشاهدين الكرام عبر الأكمار الصناعية من إسطنبول الباحث والسياسي والعراقي سيد حسين السبعوي مرحبا بكم سيد حسين معنا أهلا وسهلا بكم حياكم الله حياك في المجمل يعني كيف تقيم كلمة الرئيس الحالي برهم الصالح في القمة العربية اليوم يعني أنا أعتقد أنه كلمة السيد برهم صالح هي لا تختلف عن بقية الكلمات للرؤساء العرب جميع هذه الكلمات تقريبا وأغلبها هي خالية من الدسم لا يمكن أن تترجم ما بعد هذه الكلمات إلى أفعال أعتقد أن سيد برهم صالح كان برغماتي كثيرا وأراد أن يمسك العصى من الوسط في هذه القمة ويدحي أنه أكثر حياديا أنا أعتقد أن العراق هو ركن أساسي من أركان العمل العربي يفترض أن يكون له موقفا واضحا في هذه القضايا للأسف غياب المشروع العربي اليوم هو واحد من هذه المشاكل بل هو أس المشكلة اليوم العالم العربي مقسوم بين مشروعين مشروع إيراني وطائفي تتحالف معه بعض الدول العربية ومشروع آخر مشروع متصهي تتولهه الإسرائيل والكيان الصهيوني وتنحاس بعض الدول إليه اليوم غياب المشروع العربي هو واحد من أسباب هذه الانقسامة الموجود ولا يليق بالعراق أن يكون له موقفا حياديا في الأزمات أعتقد كان يفترض أن يكون للعراق موقفا واضحا وصريحا كما كانت له مواقف في الأزمات والأحداث السابق يعني ما تبسيرك لعدم تطرق برهم صالح تحديدا في كلمته إلى النفوذ الإيراني في المنطقة لا يمكن أن يتكلم سيد برهم صالح ولا أي مسؤول العراقي عن النفوذ الإيراني في العراق وهذا معلوم أنه أي مسؤول في الدولة العراقية لديه موقف سلبي من إيران يكون في موقع السلطة فلا يستطيع سيد برهم صالح ولا سيد رئيس وزراء ولا جميع الوزراء الكلام عن دور إيران وهيمنة إيران في العراق ولنحض أغلب السلس العراقيين إذ ما يخرج من المدلس النواب أو من السلطة آنذاك يبدأ يتكلم وينقض وهذه حقيقة الحالة من الضعف وحالة من اللامسئولية عندما كنت في موقع المسئولية لا تتكلم ولان بعدما تخرج هل تصبح محلل للنفوذ الإيراني النفوذ الإيراني معلوم ومعروف بالضرورة ولا يختلف عليه اثنان هيمنة إيران على المؤسسات العراقية وعلى العراق عموماً وبجميع مفاصله من أجل ذلك جاء البيان والختمي لهذه القمة منتقداً للنفوذ الإيراني في المنطقة ملمحاً إلى دعم الجامعة العربية لأمن واستقرار العراق كيف ترى هذه الفقرة تحديداً في البيان وصد تمسك برهم صالح في كلمتي كما ذكرنا بما سماه العلاقات القوية بجيران العراق أنا أعتقد بيان القمة هو لن يؤثر على دور إيران في العراق لأن دور الإيراني في العراق لديه حكومة تتقبل هذا الدور ومتحالفة معه والبيان لا يستطيع أن يترجم ما قاله على الأرض وأفعاله اليوم نجد أنه إيران تغولت في كثير من الدول وليس في العراق فقط فالقمة العربية هي لا تستطيع الحد من النفوذ الإيراني في العراق وفي المناطق الأخرى سببها هو الانقسام العربي كما ذكرت لك وغياب المشروع العربي لدى النظام العربي القائم الآن وهذا أعتقد هو أس المشكلة لو كان هناك مشروعاً عربياً نقول ممكن أن يكون هناك حد للنفوذ الإيراني في العراق وحد للتصرفات الصهيونية في الجولان وفي القدس وإلى آخره ولكن غياب المشروع العربي أنا لا أعتقد أن هناك أي تأثير للبيان الختامي على النفوذ الإيراني في العراق ولكن السيد برهم صالح في كلمته أكد أن بغداد لن تكون طرفاً في أي محور هكذا قال يعني هل يمكن للعراق أن ينأى بنفسه عن سياسة المحاور أو هو المحور الواحد يعني إيران لا 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 يمكن لا يستطيع أنا قلت لك أنه سيد برهم صالح ورجل براغماتي ولكن الأمور في الأزمات الحيادية ليس لها أي قيمة يعني اليوم يقول بغداد ليست جزء من المحاور لا بغداد جزء من المحاور الإيراني يعني لا يستطيع أن ينكر ذلك طيب كيف يعني ماذا لو بيّنت الأمور أنه هل أنتم في العراق مع المحاور الإيراني أم مع المحاور الأخرى هل يستطيع أن يتخلى عن المحاور الإيراني جواب لا لكن أنه الخلافة العرب العرب يقول أنه العراق ليس له دور فيه وهذا نقص من قيمة العرق العرق لابد أن يكون له دور سواء في الصلح ما بين العرب أو في تقديم مشروع عربي لتبنيه من قبل القادة العرب فاليوم الكلمة سيد برهم صالح ودوره كان لا يختلف عن بقية الرؤساء الذين منقسمين فيما بينهم بين مشروعين كما ذكرت لك وتلك المشروعين هم أعداء تراتيجي للأمة العربية وللشعوبها طيب هل من دلالة لحضور فالح الفياض في هذه القمة هل هناك رسالة من جهة ما للقمة بوجوده يعني أعتقد وجود سيد فالح الفياض لا يثري القمة العربية وليس له أي دور لأن عادة القمة العربية تحتاج وجود وزيرة خارجية ممكن أن يكون بعض الوزراء المعنيين التي تعنيهم القمة ومستشار الأمن الوطني لا علاقة له في القمة العربية ولكن أعتقد وجوده بسبب دفع بعض القوى في العراق كمرشح لوزارة الداخلية وأعتقد هذا الوجود ما كان موفق أبدا أخيرا في المحصلة ساح سيان مع الوجود الأمريكي في العراق والضغوط العربية هل يمكن أن يحجم هذا النفوذ الإيراني في العراق؟ لا أعتقد أن الدور العربي يحجم النفوذ الإيراني بل هناك تواطئا عربيا لدعم النفوذ الإيراني في العراق ولا ننسى التاريخ بعد 2003 أنه كان هناك دورا عربيا سلبيا لإحتلال العراق وكان متفرجا للدور الإيراني والهيمنة الإيرانية في تلك الفترة واليوم بعد ما تغولت وتتمكنت إيران من العراق لا أعتقد أن يكون هناك دورا عربيا شكرا جزيلا لك إنذان من أسطنبول باحثة السياسي العراقي سيد أحسين السبع